عربت مصر عن قلقها البال اختلاق مسيرات هجومية ايرانية ضد اسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الاخيرة مطالبة بممارسة اقصى درجات ضبط نفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر وعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الكاريجية ان التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الايرانية الاسرائيلية حاليا ما هو الا الانتاج المباشر لما سبق وان حضرت منه القاهرة ميران من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على اثر الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة واكدت مصر على انها على تواصل مستمر مع جميع الاطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق الى منعطف خطيرة من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها منذ اللحظات الاولى لاندلاع الاحداث الاخيرة في قطاع غزة كان موقف مصر الثابت والمعلن هو ضرورة تجنب التصعيد في منطقة الشرق الاوسط خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية في القطاع وعلى مدار شهور الازمة الستة اطلقت مصر تحذيرات متكررة خاصة خلال قمة القاهرة والقمة العربية الاسلامية في المملكة العربية السعودية وحذرت مصر مرات عدة من تدهور الموقف واشتعاله بسبب طول امد العمليات العسكرية الاسرائيلية وخاصة مع اسرائيل اسرائيل على مواصلتها خلال شهر رمضان السادة الحضور لقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الاحادية كما تحذر الان من ان التخازل عن وقف الحرب في غزة ينزر لتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وانه مهما كانت محاولات ضبط النفس فان طول امد الاعتداءات وقسمتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحة القيادة السياسية اكدت مرارا ان خروج الموقف عن السيطرة قد يجر المنطقة باسرها الى مواجهات تعرض كافة المصالح الدولية للخطر ولن يستطيع احد التنبؤ بمدى تسعيها ادعو كافة الاطراف الى علاء لغة العقل والحكمة والالتزام باقصى درجات ضبط النفس اطلبت باسر مجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة ببزد جهد مضاعف للحيولة دون انفجار الموقف واخف العمليات العسكرية الاسرائيلية فورا وانهاء اي تفكير في التواغل بريا في مدينة رفح الفلسطينية كما شددت مصر على انها لم ولن تتوانى في الحفاظ على امنها القومية وان اي تحرك اسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية يجب ان يضع هذا الاعلام الصريح نصب عيني حتى لا تختلط التقديرات في هذا التوقيت الحساس مصر دولة كبيرة حرست على السلام باخلاص وبالتالي محتاجين ان كلنا نساهم في ان الاستثمار الكبير اللي عملنا في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ ولم تدخل مصر جهدا طوال الفترة الماضية في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل للتوصل الى صيغة تهدئة تهدف الى نزع فتيل الازمة والسئناف العملية الدبلوماسية للتوصل الى حل النهائي للخضية الفلسطينية وشكلت مصر خلية ازمة لتتابع الموقف لحظيا وترفع تقاريرها وتقديراتها بشكل دائم وعاجل للقيادة السياسية في ظل الاحداث المتلاحقة وقد بذلت مصر جهودا دبلوماسية مكسفة منذ اندلع الازمة ونجحت في تغيير الموقف الدولي خاصة على صعيد المصر الانساني ومصر الاعتراف بالدولة الفلسطينية واهميته لمنح الامل للشعب الفلسطيني الرئيس سيسي اصر على وضوح وثبات موقف مصر في قمة القاهرة والقمة العربية الاسلامية وخلال المؤتمرات الصحفية خاصة مع الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني وخلال اللقاء مع وزير الخارجية الامريكية فيما تواصل مصر جهودها التي بدأتها منذ اندلع الازمة عبر الاتصالات الدبلوماسية المكسفة والانخراط في المفاوضات الخاصة بوقف اطلاق النار مع باقي الاطراف المعنية بالعملية السياسية ورحبت مصر ولا تزال لكل المواقف الدبلوماسية الايجابية والبناء على طريق الوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة